موسيقى من هوشي MMA وبنرحب فيكم بالحلقات 48 48 ضلنا 2 على 50 يمان في مفاجأة حلوة على 50 ولا ما في؟ ما بعرف بنشوف كيف نشوف على خاطرك؟ بنشوف لازم نعمل إشي لازم ضروري جداً لازم نعمل إشي محرز كيفك يا أخوي؟ جيد يا برو أنت شخبارك تمام كيف رحلتك؟ جيد مبسطنا سيفك بالبيت هلأ قاعد بالبنش برس الوراك المصدي اللي صار لك ثلاثة سنين مش ماسكه يا الله صاب من قال لك هذا الحكي؟ طلع لغبرة عالية وفش عنك ذهل بالعكس الهوم جيم خلاص هلأ أشوف يعني أيام هذاك الإشي اللي بنحكيش عنه الشيء الذي لا يذكر كان الهوم جيم مفيد هلأ بتروح النادي عادي أمورك طيبة تروح النادي ها؟ حصالة الحديد حصالة تقولوا حصالة الحديد يا كبير كابتن كم بتشيل على السواعد؟ اسمع أشيل لحيتي ياريت جد أعملها يلا عم بفكر الموضوع أشيلها كلها؟ شو رأيكم يا عالم أشيل اللحية؟ أشيلها آه أتملت مرة واحدة؟ أملت مرة واحدة الناس مش بتخيلين قديش راسي صغير عفكرة هون بفكر ها هيكون شكلك زي الجاجة المسلوخة جاجة مسلوخة؟ ليش جاجة مسلوخة؟ كلها شعر الجاجة شو تخبص؟ لأنه لما تنسلخ كدو يصير شعرك اللي زي شعرك زي الجاجة المسلوخة لما تشيل لحيتك تعرف الجاجة هيك لما تغليها اللي بتسلخ وتغليها كيف تصيرها كلها وردية؟ وردية عبيض آه أصدق تحقي أنه أنا أبيضاني آه كيف أبيضاني؟ كم يعني كم يعني كم مش شايفة الخدود؟ مش شايفة تان؟ آه تان يا حبيبي يا روحي بشرفك أعملها والله لا أفرض ضحك تتوفى اشتقت لشفاكي يا زلمي رطروا بينين معها اسمع أن آخر مرة شفتك بدون لحية كان هذا الحكي يمكن بالصور بس بالصور آه يمكن أول ما يعني أول ما شفتك live in person كان عندك بس السكسوكة بس أنك تشيل اللحية كمبليت ليا لطيف مشكلة سويتها كذا مرة وما حد عجب وصح؟ وكل مرة ندمت آه بس ما بتعلم يا أخي خلص بدي تغيير عساس المرة هتكون غير يعني عدت من حالي ترجع هيك شباب شو أصدق عم بتبين صغير يعني شكلي مشي الشباب هلا والله يجوف يعني شكلي مشي الشباب يا زلمي تسأل الناس وصح شكرا على البوست اللي عملت اللي يا بمناسبة عند منادي عفوني يا بقرة واحد واربعين واحد واربعين تحكيش تحكيش لا خليهم يعرفوا شو عادي هاي هوا شو هاي شو سميح انت طربي سلاس طربي سلاس أعطينا سواعد يا قلبي سواعد كم بتشير كابتن انت كم بتشير على السواعد كابتن كابتن هذا التمرين كيف مب Trend جباز حذرت العلوس اليوم ها لحن نتعذب لما الواقعي تكون ستة الصبح يبلش على ص bijvoorbeeld سهلنا ۳ صح شو رأيك باللي صار انت صور موافق على قرار الحكم أم موافق موافق طبعا موافق ولو حكوا انه سان هيغن هو اللي فاز برضو كنت حوافق خلاص هاي جد سبلت هاي جد سبلت زمان ما شفت سبلت عن جد سبلت سبلت عن جد سبلت يعني انا مش هكون مش هشارع الحفل يعني ميسي باربر كيف فازت هاي المباراة انا الله اعلم هاي ما كانت كومين يا سلام هاي كانت قبل الكومين اللي هو المين كارد اول واحدة بالمين كارد مش اول واحدة بس دقيقة دقيقة خلني نخلص حكينا على كوري وتي جي عجبك تي جي ولا ما عجبك صراحة عجبني بستمر يا اخي اكل بوكس شل نص عين وشل نص عين شفت الفتحة اللي فوق العين يا الله ايش نعها وركبته من اول جولة كانت متدهورة ما اكل هوا وكمل وقدر ما يعني من هاده بعد غيبة سنتين ونص يا يا ف هاده بعد غيبة سنتين ونص اجا متحسن ضد كوري ساندهيكي مش ضد والله يلا واحد في الشارع اكل بوكسات منيحة مرتبة من كوري ساندهيكي وظلوا ماشي وطعمه ظلوا شادد اكل وطعمه بس الاشي الوحيد اللي فاز على كوري ساندهيكي فيه هو هو الاجرشن الكنترول من الكنترول والاجرشن يعني الاجرشن من الناس بستقلوا في قيمته كوري ساندهيكي حكي انا ضربت اكتر وعملت دامج اكتر بس انت ما ما كنت مستولي ما كنت مستولي ما كنت مسيطر والشغلة اللي يعني اللي اي واحد بيعرف المصارع عم يلاحظها لما تيجي كان حاطت ساندهيكيين على على الافص بالبودي لوك بعد ضربة ركبته انت عادة يعني من البودي لوك بتحاول توصل يا لسنجل لج يا لدابل لج يطلط على ظهره فما كان عم بيكمل تيك داون هو انه يحاول ينزله بسنجل لج او دابل لج كان عم بحاول يلف من وراء ويطلع على ظهره لانه ركبته كانت رايحة مزبوط بس بالفعل لو ركبته ما كانت رايحة كان شوفنا تيك داونز اكتر بكتير ما ما بعرف ما بعرف اه كان شوفنا تيك داونز من الباك ما يكمل تيك داونز كان يمسك البودي لوك ويحطه في القفص لا والمشكلة كتير حطه اجاب من وراء من ظهره فمشكلته ما قادر يحط الهوكس تعاونه مش عارف هو كان بده يلف من وراء ويحط الهوكس بس مش عارف مش عارف يكمل مصارعته لانه ركبته كانت رايحة بعد اول جولة صح بس مان هذا اكبر من كوري سان هيجين بست سنين وصار له سنتين ونص مش لاعب ورجع هيك وحش شو بدي اقول لك احنا كنا عارفين انه كوري سان هيجين خلص يعني احنا عارفين انه يوم من الايام هدا حيكون بطل اوكي لانه هل قداش عمره هو 28 29 مين كوري كوري ولا اصغر حتى اوه 29 28 شي هيك كوري حيصير بطل في يوم من الايام اي دون تيك انه في اي حدا مش معانا في هاي اذا مش يستنى الجاي اللي بعديها اذا مش اللي بعديها اللي بعديها صح يعني هو بهذا الليفل فيجيك واحد صل له سنتين أوف ويعمل هيك بدك ترفع له القبة بصلاحة صح هل بلعب هو مع المنتصر بين يان وستيرلين هدا هو السؤال اه هو بلعب مع المنتصر مع يان وستيرلين وشوف هالستاتس هدول تيك داونس تينين لتي جاي ولا واحد لكوري توتل سترايكس 169 لتي جي و 171 لكوري طلع شو أراب فرق اثنين فرق اثنين من 332 versus 331 فرق واحد بالتوتل سترايك والسكديفكنت 110 لتي جي و 128 لكوري فهي لغرشن والوكتوغون كنترول كتير أراب كتير أراب فما فيه يزعل هيكم زي ما زعل سان تيكن لا أتوقع نهوز على نها حاله أكتر إشي لأنه قال لك لو عملت بس شيء أكتر كان ممكن فعلا كان ممكن يفوزها عادي بس لو تقل عيارة شوي تيجي دي لشو ويان هيرح تكون حلوة بعد اللي شفنا من تيجي دي لشو حلو يعني خلص أنت سلمت أنه ستيرلينج حيخسر آه سلمت قلت لك أخ مرة سلمت غير زي خبص كمان مرة إذا أعمل نفس المشكلة وأنه أعمل نفس المستيق بس ما بأشوف أنه هو يخلصه نفس الغباء إذا أعمل نفس الغباء إذا أعمل نفس الغباء بس يان فاز وتيجي دي لشو هاي حتكون مدبحة هاي نار نار طيب أنت كتير عماني اللي ما تحكي نار اسمع يا ذلمي نار 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 غلق طيب وكالة مش عادي شو نار مش عادي طيب يعني نفس الحركة هالوانتو وانتو وانتو ضل ما عاشي دغري ما عنده كورنرز ما عنده سليكنس ما كان سليكنس شو سليك لزيجة لزيجة اللي يقرفك شو لزيجة سليك لزيج سلاسة 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 أخي سوري سلاسة حاضر ولا تزعل ميراندا مان يعني مش فاهم كيف هيك صار يا مش سترايكس 82 دل 38 وتيك دامز واحد بواحد كيف يعني كيف فازت ميسي باربر مش فاهم على الحكام مرات ما بتعرف شو هم شايفين انت مش شايف انه انا فراسي كانت 30 27 30 27 30 27 انه مية بالمية ممكن تالت راوند لو واحد ما عطوه ممكن واحد ما عطوه يعطيه لها ميسي باربر واحد بتعاطي تاني راوند ميراندا نزلتها على الأرض يعني سيطرت على الموضوع كله اول راوند نفس الشي تباه دلت اول راوند ميسي باربر كيف فازت نفسي افهم بدي اشوف انا مش فاهم شو كانت الستاتس انت على الجولة الاولى ما بعرف ما عندي على الجولات هون عندك التوتل اه توتل 38 82 نص اكتر من دبل اكتر من دبل كريزي كريزي يا من اللي هو حرام عم بيحاول يطلعوا ميسي باربر على التايتل او شي ما بعرف شو عم بيسير بس في شي خلق من اللي صار اليوم انه مش لها الدرجة الخلط العبط العبط الحبل اخر جولة الثالثة لما كانت حطاها على الارض ونزل فيها كواع التاني اخر جولة الثاني كانت او التالت كبس كانت عم تكبس فيها يو ما مش فاهم كيف اكثر مش فاهم الفايتي اللي بعدها كانت دارين الكنز و ديريك شو اسبوه مينر اه كانت فنش برضو كي او في الجولة كي او هاي حلوة بس نيناتهم خسرين منيح ما كنت كتير متحمس حتى ما حكينا فيها هاي المباراة 26 و12 27 و8 مش هالسجلات الواوي يعني بس اكتر في يعني انا زيلت على فايت غايدر فيليبس وبايفا مانا كتير حلوة كتير حبيتها كان بدي فنش يا أخي وكان بدي فليبس هادا هاولان بايبا هو من هواي اتوقع هاولان بايبا مان مش بني آدم بس برضو كيف فاز هو ولي كيف فاز كيف فاز فاز بس كيف فهمني اذا بطلع على رقام 95 95 72 اه لا لا اسمعي انا كايلر فيليبس انا كايلر فيليبس كان فايزها برأييك وتيك داون دبل لكايلر وسببع 74 ل51 مرة ونص اكتر وتوات مرة ونص لا مرة ونص الا فمش فاح لا لا انا بالنسبة لي انا بالنسبة لي كان فايزها مية بالمية مية بالمية كان فايزها فيه شعبات عم بسي حتى اذا بتتذكر بالفايت ايمان كيف بحطو لك الموفينغ ادز يا يا زادوا الموفينغ ادز على اخر الجولة الثانية صاروا لصالح اه لصالح كايلر فيليبس مينس مينس الف واربعمية صح فا كتير غريب وحتى المعالقين وحتى المعالقين انا استغربت بقولوا لك كيف تغيروا الموفينغ ادز كيف تغيروا كايلر كان مشلقوا تشلي المعالقين بطلوا يبهدلوا الحكام على فكر زي زمان فيه انما بالموضوع طيب ارجعلي على البريلمس هلا سانا هندي صار صار خلص الفايت او رح تندم ميكي جول اول راون سبميشن اه هاي لو ما اخدها كانت طالما الـ UFC اتوقع هاي لو ما اخدها هاي كانت كتير مهمة له كتير مهمة فبرافو ميكي جول و ايمافوف 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 هاي الفينش كانت فينش مرتبة وايم هاينش يعني مش قليل ايم هاينش مش ولا حدا فيه شغلة بهذا الفايت انا كتير لفت نظري من ناحية ايمافوف اللي هي سرعة ايدي اه مان ايش هذا صح ارجع بتاعته بتطلع من حيث ولا تعلم صح بتلاقي شمطها مان ايدي كتير سريعين الشغلة تانية اللي استغربت منها مانا ما عمل شكلة ولا وحدة فيهم يعني هاي نش كان مدمر له اجرال امامية يعني هاينش كان مدمر له اجرال امامية يعني هذا لو اي واحد تاني كان بدخل مستشفى من وراها التلات جولات مان كل جولة كم لكك فقعوا فيه حماس علي ماذا صغير ولا واحدة مان ولا واحدة هي دي لنشك ولا واحدة بس بالاخر الفنش لما حطه على الكيج ونزل فيه وتكبس وطلع في الحاكم هيك انه يعني اكمل ايمت الحاكم موقفها لما شاف هاي نش دخل اصبيعه جوه الافص يعني خلاص انت ماسك بالافص اندخل اصبيعك جوه الافص ومسكهم ويدك التاني على الارض وين هتروح ليلتك سودا ليلتك سودا انت فعلا انت فعلا ماسك الافص عشان ما توقع فالحاكم توقيفة الحاكم ان اشوفتها كانت كتير في محلها بالنسبة لا ايمابوف مش قليل ياما اعم مش قليل مش قليل ابدا هذا خلوا عنكم عليه ايمابوف ايمابوف الا مصلحة نحكي بال بال يوف سي الجاي ولا ما الا مصلحة يورايا هول وشون ستركلاند غير شون ستركلاند ويورايا هول كفايت فيه اشي تاني بدي نحكي عنه لا يعني هذا الكارد انتو ليش عاملينه اصلا غريب شوي الكارد صح مش غريب شوي الكارد عن جد ولا اشي عليه حلا احنا حنحضره لانه احنا مدبنين في عندك سام ألفي سام ألفي لسه بالأحبي يا زلمة يا ولدي سام ألفي بعده عايش بعد مش كتير كبير يا 36 مين كمان عندك عليه هذا الكارد سام ألفيز كيف لسه باليو افسي اصلا فاهمني مش عارف خمس خسارات اخر خمس فايت اخر فوز الو بدل 2018 ضد جيان فيلانتي كيف هم خليهنو معنو واخر فوز كانت سبلت كمان هينهم بطلع على فايت اه في فايت واحدة محرزة اللي هي مونير لزاز طيب شوي شوي يعني انت دخلت لزاكي هيك عطول خليها عم نعمل البلد اوب اه والله طيب بعتلي ميمو انت المرة جاية بعتلي واتتاب خليني اكون متبع معاك طيب قولي تفضل اه لا اول شي مونير وينه هلا مونير حسب بعلمي انه بعده في دبي طيب شو البلان يعني كمان شو كمان ست ايام ما بعرف ليش بعده في دبي الا ما نسأله بس المفروض انه هي شو دبي هلا في فيغاس اذا مش عشان اشي بس عشان تعمل الفحوصات الطبية وتتأكلها مع الجو وتدخل العتال وتعمل تكون شغلي مؤثر على الفايت ولا شو رأيك اتوقع اذا كتير اتأخرت وهي بتصير بايدا باي يعني بالانترناشنال الفايتر بتصير اكتر مما انت تتخيل المقاتلين اللي جايين من بره بتلاقي وصل قبلها بليلة طيب اذا صارت ان شاء الله تصير ستولتشي شو رأيك لا لا مونير حيفجره يفجره برضه ستولتشي جديد على اليو افسي واخر فايت خسرانها 2-0 فمونير طالع من خسارة وستولتشي طالع من خسارة بس مونير يعني اتوقع انه الدافع لمونير انه ينتصر اكبر من الدافع على ستولتشي انه ينتصر كيف قررت انت حساس تعرف ستولتشي منيح يعني صحب انتويا بس هاي كتير مصيرية لمونير كتير مصيرية ان شاء الله من ان شاء الله انا الله ما تحمس عليها هاي انا كبان بعدها مش 2-0 هو خسران واحدة بس اخر اربع فتاة فايزهم كم فايت له بالUFC واحدة بس واحدة بخسرها اه اوكي عبليها اربع فايتس فايزهم وارا بعض 0-1 بالUFC يعني يأ بس خليه يوصل خليه يوصل على خليه يوصل على فيغاس يلا خلينا نحن نوصل على فيغاس يا اخوي شهر 9 ايه شهر 9 اللي بفيغاس يمر علينا حكيت مع هاشم هديك اليوم شو حكي كيف البربراشن والله الوضع تمام التمام مولع معه تمام التمام مولع معه الله يستر الله يستر شو هيعمل في الاجي دوبسن والله لا يتبحه كارديو عم بشترع كارديو عم بيروح مرتين باليوم تب تدريب يعني والله لا يتبحه فا يا سيدي انا مش مصدق لهاي الفايت ولا انا مش مصدق بس يدخلونا على الايبكس ما انت هيدخلونا ولا ما حيدخلونا كيفنا نعرف ما منعرف يمكن يمكن ما يدخلونا بايدوي كيف يعني عادي ما يدخلونا متن ما تحطش في بطنك بطيخة صيفي انه احنا حلفوت حطش شو يا اخوي ببطني ما تحطش ببطنك بطيخة صيفي شو يعني هاي من وين بجي بطيخة صيفي اه ما تحطش بطنك بطيخة صيفي يعني تلميج واحد يقول لك كيف كان الامتحان تقول له والله مية بالمية يقول لك اكيد تخافش حط بطني بطيخة صيفي يعني ضمنها ما تدخلني هذا هو المصطلح خلص تكون غلطان انت لا مش غلطان هيا الناس على الكومنتات هيحطولك شوف كم كومنت هيجيب في يوتيوب تعرف مين بدي يصحح عاكز انت غلطان مين كوتش اشرف الشيشاني كوتش اشرف ما لقيت له كوتش اشرف الشيشاني مظبوط رحكي طارق ولا مش مظبوط شو بطيخ صيفي بطنك كيف انت مش سامع هذا المصطلح مش سامعها يا اخي وين عايش في حياتك انت يا اخي انا تأتركت لاردن اديش كان عمري شو يعني يا عايش باسترايلا انت جاتت علي قاعد وين عايش انت بمخيمات البقعة وين عايش انت يعني بدي احكي بدي احكي لك شاني بدي احكي لك شاني وانا اتوقع انه خلص حان الاوان اني ايش اني اكون صريح مع كل مستمعينا ومشاهدين انا استراليا هاي في حياتي ما دخلتها بحكي لالناس بحكي لالناس انه معاي جواز استراليا وين عشت هناك وحيك بس هذا كله كذب انا من من مخيم البقعة يعني مخيم الزرقة صري وعرفاش استراليا هاي شوفها بالصور بس هذا كله تمويه واللهجة من وين اجت من التلفزيون تلفزيون استراليا بس كنت احطر سوف احكي لك شاني عن جد اقسم بالله صحابي اللي بيعرفوني من يحبولولي انت اي استراليا اللي رحت عليها هاي يعني عن جد انت انت واحد لو جايبينك من مخيم البلاطة من مخيم النزهة بتيبشي معانا بس انت كيف انت انت مستحيل تكون واحد في حياتك شفتها لأستراليا بتكذب علينا بقى الطالور جيهم الجوازين اقول لهم لا انا عايش بره وحاول اقنع فيهم ان انا خواجه ولا امون جد غريب من المثال التحكية والحاكي التحكية يعني لانه قلبي بحن لما كنت لما كنت انا بتغرب باي دوي كتير كان قلبي حن يعني هلا انا مش عايش هون في الشرق الاوسط بدك تقتلني مش هحضر فيلم عربي او مش هفتح ويب سايت عربي او مش هفتح بودكاست بالعربي ليش خلص لاني هلا عايش هون بس لما كنت في استراليا بذات بعد فترة ما كنت اسمع الا عربي لما تشتاء وهيك بصير تحب تسمع اكتر هون يعني هلا تعالوا لي اقرأ كتاب بالعربي مستحيل طب اقرأ كتاب لا بقرأ كذاب بس لا انا مش كذاب بس في فارق بين الكتب اللي انا بقرأها ولي انت بتقرأها انت اش تقرأ ميكي ماوس انا بحب اقرأ قصص موسلي بكونوا مردر ميستري و اكشن وهي الاشياء ما بحب اقرأ الكتب تابعونا كذول حسن من حالك وغير طريق تفكيرك وكون شخص احسن انا بالنسبة لكتاب الكتاب بالمفروض يكون زيه زيه زي الفيلم لا الكتاب مفروض تقرأ اشي ممكن يطبع عليك انت غيرت الحكي لانا بقرأ ولي بتقرأ انت مش هيتطبع عليك انت واحد تنح انا هيك بكون عم با يعني عم بستعمل خيلتي عم بتخيل المحلات اللي الكاتب عم بيحكي عنها الشخصيات اللي في الكتاب عم بتفاعل معهم بس اعود اعود مش جاي تعلم انا جاي بدي انبسط مش جاي تتعلم اه لا حيني علمتك حط ببطنك بطيخة صيفي طيب تعال تعال علمك مصطلحة تانية تفضل من خريه لطوبة يا قلبي لتحزن مين ممكن يحكيها هاي ست يلا يرحمها في اي سناريو ممكن ينحكيها هاد الحكي حكي لك حكي لك كيف تنحكيها لما كنا نفوت عالبيت انا وابر خالتي غايصة الله يسهر عليها هي في نيزيلندا طلع فينا احنا الاثنين هيك تلدي من خريه لطوبة يا قلبي لتحزن يعني واحد فيكو بخرية والتاني طوبة يعني عايش حزعل على هالشكلات الزبال اللي دخلين عندي عالبيت طيب تمام تمام قلت عن ام ام اي ولا بلاش ام ام اي اليوم خلاص غطينا هلا ما بدي انا احكي كتير بفايت منير غير لما نعرف انه منير باميركا طيب ويورايا هول وستريكلاند صراحة ما بشوف يورايا هول بفوز بتعرف ليش ليش لسبب واحد اللي هو مش عشانهم مش شاطر ولا سكلد ولا شيء لا بس شو السبب هاته اسمع درائيك فاهمني افهمني عشاني اخي كل ما ينحط بالسبوتلايت ينحط تحت الضغط والامر الواقع يكون في فايت هو مين افنت بكش صح صح كل مرة كل مرة يكون في فايت نسكم بس ما تنسى يورايا هول شو بيسوي شغلات بتذكر كيك تبعه شو سوى بالالتيمت فايتر الزرم عنده سكلز بيخوفه بخوفه وغرفة التبرين كلهم بيقولولك هذا هو الهذا بس ما تنسى يورايا هول ما خسر فايت من الالفين وطمنتاش اخر خسارة له كانت لباولو كوستا من اكمل فايت لعب لعب من يوميها من الالفين وطمنتاش لحد اليوم اللعبش لأربع مرات طيب انتصر فيهم على بيفن لويس وانتونيو كارلوس جونيور وسيلفا وكريس وايدمان اندرسون سيلفا مش محسوبة وكريس وايدمان لما كسر اجره على على اجر يورايا هول وكريس وايدمان مش محسوبة مش محسوبة يعني مش محسوبة كان صار اجر الزلم وبايداوي نفس الشي اذا بتشوف ستريكلند هل عم بتطلع على ستريكلند ستريكلند برضو بنفس الشي ما خسر من الالفين وطمنتاش ما طلع الركض تبع ستريكلند وطلع الركض تبع يورايا هول تسعة وعشرين ثلاثة وعشرين ثلاثة ستريكلند انا اسمع ستريكلند بعد بطلع هذاك الفيديو اليوم الفيديو صار نطلع مش واحد بالسيارة لا الفيديو لما كان عم بتمرن جوجيزو دخل على نادي جوجيزو عم بتمرن مع واحد بطلعالم من سيتشو اسمه ناصح بس بتحرك زي زي كأنه واحد وزنه خمسين كيلو فكان عم بتدربوا ف يورايا مش ستريكلند كانوا في الكلنش ماسكو ومش مدخل الاندر هوك لجوه يعني مش مدخل ايده تحت اباط هذاك التاني فهذاك التاني عمل هيك انه لف بايده تحت كوع ستريكلند ضربها بقوة هلأ هاي الحركة مسموحة عادي بس انت بالتمرين ممكن عادي تكسر له كوعه ستريكلند لما عملها هذاك الحركة لف شمطه سبينينج باك فست ورفصه ببطنه هداك ولا تحرك اسمع حيطه طالع في بول شمالك وانت جاي بدك تكسرني قبل الفايت وانت وانت وبلا بلا 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 وصار عيط واكتشفنا بعديها انه كان ستريكلند داخل عنده على النادي بوعلط عليه فانا مش طائق لستريكلند حاليا ان شاء الله يرايا فوز هاي اخر فرصة له ديشتر عمره سبعة ثلاثين ولو شيء هكت فاخر فرصة له هاي يرايا هول لو ما فاز خلاص ستة ثلاثين عمره لو ما فاز خلاص ما في مجال هاي اخر فرصة ليصعد على اللقب ويرايا هولمان مع واحد مثل أديسانيا كثير حلوة هاي ارلاندو سانشز سوري ارلاندو انت لو بتشوف ارلاندو وزنه يمكن تلاثمية وسبعين كيلو وانيت اه اسمع مش بني ادم عن جد نفصل مني وانك تحب انت دايما تبالغ ليش? تلاثمية وسبعين كيلو عن جد وزنه تلاثمية وسبعين كيلو هيك شكله وبتحرك كأنه وزنه اربعين حكما لازم تديك شوية تديك بهار بهار هاي مش بهار مان هذا مش بهار لا بس بدك الصراحة اتوقع انه ارلاندو اذا ما وزنوش وزنه مية وخمسين مية وستين بدون مبالغة طيب اوكي فكتير عصب ستريكلاندو عمل حاله انا فبطل طيقه بس كلامك صحي يرايا هل احنا يرايا اول مدخل كنا كلنا حكين هاي البطل اول مدخل على الالتيمت فايتر قلنا هادة هو هادة المنزل هادة اللي حيغير الدنيا كلها ومن يوميها شو احكي لك مية وتمانية وزنه بايدا ورلاندو اولاندو سانتشز شوف شكله طيب لا مستحيل اولاندو نكون مية وتمانية مستحيل مستحيل بتعرف شاني مستحيل انت كذاب انت عم تكذب علي حاليا صح لا ما مية وزنه عم تكذب علي انت مية بالمية عم تكذب علي ما عم بكذب عليك انت مية بالمية عم تكذب علي اولاندو مش ملاقي وزنه المهم مش ملاقي وزنه بس تشوف شكله ايزا انا في واحدتان يسمى اولاندو سانتشز برضو مية وتمانية عشان هيك مية وتمانية لا مش هو المهم اه خير بتعلم يورايا هول من يوم ما بلش في الـ UFC وستريكليند اللندن ما يعني هو بده تدريب لد ما ما هو مش لا قدراته معنا بده حدا يعمل له شوية كوتشنج يس موجودة بس كل ما ينحط تحت الامر الواقع بيصير اشي في مخه منطعج مخه ما باره شو بصير معه بيعمل تاب جوه هاي جوه مش فاهم كي شو القصة بالظبط طلع طلع هاي هيشوف هذا اولاندو يا 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 مش بني آدم يا زلم مش بني آدم ولما دخل ضد ستريكليند في الجيم كان هيك شكله طيب هاي اولاندو سانشيز وزنه مان اصير كتير هو 5-7 ولا 5-6 اه اصير وضع 5-8 وزنه مية كيلو مان لما تشوفه بيبين زي عبارة عن كتلة عبارة عن شو انت طيب انا نفس الشي يعني وانت شو يا ابا حسسني حالك انه انت يعني الغزال الفالت يا ريم الفلا هاي كمان واحدة خود الغزالة الفالت يا ريم الفلا يا زلمي روح ولي روح من هون شو رأيك بريم الفلا كيف نرمي لك يا هاي اف عليك يا زلمي طول فيهم ويأي انا على فكرة تسممت أكل مبارح بالليل شو متسمم ما رحي أحكي اسم المطعم لا لا بس طلبت صندويشة شورمة أكلتها وتسممت بشناعة انا من فوق من تحت ي主 بشرفك حتى عضلاتي جسمي كله وكل شيء حرارة كل شيء بشرفك بشرفك من فوق من تحت ولا من تحت بس شراح شعري يعني لا انه يعني لما تسممت بسكت يا الزلمة هو واحد مخرف بني ادم مخرف انت الضحكة على الاسنان فرد الاسنان هو مكيف قلبي برجع نحكي على ستريكلاند شوي 30 سنة عمره والله صغير ستريكلاند بعده خلص خلصنا من ستريكلاند يا الزلمة انا بقول ستريكلاند حيفوز انا بقول ستريكلاند حيفوز انت بتحكي انه هداك انه ان شاء الله هداك يفوز اسمع انا حاسس هذول الاسبوعين اليو اف سي هيك يعني قاعدين يبيعك لو بعقلنا حلاوة ليش يا اخوي لانه ليش يعني اتلو بعقلنا حلاوة يعني هيك عم بضحكوا علينا عشان الفايت تبعت غان و شو اسمو زلمتك ديريك لويس يعني ما فهمت ما فهمت انه عندك هاد الفايت هذا اليفنت UFC 26 شو حيكون تبع غان و لويس ولمين تبعونا مش هالفايت مش هالفايت غان و لويس مش هالفايت لا مش هالفايت مان سوري يعني مش زي جونز او زي كونر 8-0 في اليو اف سي حتى لو ما بس مش هيك يعني فهمت اصدير هاد فايت مش لها درجة تبنيلوا حماس عادي جدا هاد الفايت صراحة هذا المنتظر فيه يلعب مع فرانسس الشحن وقتها تكون نعم وقتاً أما هلا أنترم عادي والله يخوفي غان يفوز على فرانسس ممكن جداً يفوز على فرانسس طريقة وعيدة اللي ممكن يفوز فيها فرانسس سوري غان يفوز على فرانسس أو على ديرك لويس لا أنا عم باحكي غان عادي يفوز على ديرك لويس بس أنا عم باحكي يخوفي انه يفوز على لويس بعدين يفوز على فرانسيس يخوفي لا والله يخوفي من انت معتوه شو كنت تحكي زمان بس ياخد اللقم من واحد أنا بعدني أنا بعدني بقوله هيك بس عن جد عن جد الوحيد اللي ممكن أخاف منه لا من بالهفي ويت هو هو سير القان لا من سير القان من ينزل فرانسيس انقانو نهبالت انتن حواست أتوقع لا أنا زي ما حكيت لك أنا لم يتبرس لتحكيها محدش هياخد اللقب من فرانسيس وين رايح انت بس لعيب بعدين أقول الله ممل مش ممل كتير تكنيكل ممل مش مهاوش مش فايتر بس تمتع أنا بستمتع لما أحضر الفايتس تعونه لأنهم يعني تكنيات كلها حلوة جميلة بس مش محمسة مش زي فرانسيس فرانسيس ان بيخلع الكي اوز يزال ان تحس الدنيا كلها دهزت صح فزاة زيت عم أقول لك احنا هيك يعني قاعدين تضيع وقت عبل ما نشوف نقانو لويس ان شاء الله يا رب لويس يفوز طيب سؤال صغير قبل ما نفكح يسر وين محمود لسباع محمود برضو كان المفروض اليوم يشارك معانا وبرضو اليوم أنا بدلني أتطلع على زوم وشوف داخل غرفة هيك بغلط وبرضو راحت علي نومي أنا بديش أفضحه وانت كل أسبوعا بتخلينا أفضحه عاود أقسم بالله اليوم حاكي معه ساعة ثلاثة ونص أربعة هيك نرجع من رتبها ولا يهمك يا محمود إن شاء الله الأسبوع الجاي طيب يا عزيزي يلا يا برو يلا يا بروز إلى الغد سلام تنسوش يا شباب ويا صبايا سبسكرايب على اليوتيوب فالو على انستغرام لايك على كل شيء وتنساش أيمن تحطه بطنك بطيخة صيفي سلام سلام باي